اشتركوا في القناة احسل زعماء الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اوجه له رسالة من ثلاثة محاور اما الاول فاني ادعوه الى الاسلام بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبدعوة الله عز وجل يا اوباما اسلم تسلم وارجو ان يؤتك الله تعالى اجرك مرتين اجرك باسلامك واجر من تبعك ممن اسلم باسلامك وامن بايمانك فاذا اردت عزا ففي الاسلام واذا اردت شرفا ففي الاسلام والذل كل الزل في غير الاسلام وانت رأست العالم اجمع اتق الله في نفسك والزم الميثاق الاول الذي اخذه الله تعالى عليك وانت في ظهر ادم واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الاستم ربكم قالوا بلى فانت يا اوباما ممن عاهدت الله تعالى الذي خلقك وسواك ورزخك وبلغ بك هذا المنصب ان تكون مسلما موحدا لله عز ودل خاصة وان لك بعض الاصول من قريب او بعيد بالاسلام فاسلم تسلم فالعز كل العز والشرف كل الشرف في اتباع الله تعالى واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام واعلم ان الدين الحق هو دين الاسلام وما دون ذلك اديان مزيفة باطلة منسوخة بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فان ابيت فان ابيت ان ترجع الى اصلك الذي فطره الله تعالى عليك فانسحب في المحور الثاني بجيوشك الجرارة وقواعدك العسكرية من بلاد المسلمين واعلم ان كل من سبقك ذهبوا الى مسبلة التاريخ وان تاريخ امريكا الاسود الكحيل في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب انما هو شعم عليك وعلى من سبقك وعلى من يأتي بعدك واعلم يا اوباما ان امريكا بقضها وخضيدها لا يمكن ان يهنى لها بال طالما ان طفلا من اطفال المسلمين لا يرتاحوا في طعامه وشرابه ودوائه ومسكنه فان ابيت يا اوباما الا فان ابيت يا اوباما الا ان تبقى في بلاد المسلمين فوالله ما هو الا البحور السالس واعلم يا اوباما ان الله تعالى لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته وانهم يستطعون الجنة وانها اقرب اليهم من شراك نعالهم واعلم يا اوباما ان في الاسلام وفي بلاد الاسلام من يطلب الموت ويحرص عليه اكثر من حرصك انت ومن معك على الحياة اي حياة وان كانت زليلة اقول قولي هذا واستغفر الله لو لكم وصلى الله عن نبينا محمد